بالنسبة ليه الزمالك وفق التصريحات اللي قدامي لرئيس نايد الزمالك مستشار المرتضى منصور قال ان هو عايز يلعب نهائي افريقيا او نهائي الكنفدرالية يوم 19 طبعا لقاء الذهاب هيبقى هناك في نهضة بركان في المغرب والعودة يوم 26 في هنا في مصر فهو عايز يلعب النهائي على استاد القاهرة ده مستحيل عشان نكون واقعين ومن ضيعش مجهود واستاد القاهرة لسه بيتجاهز عشان امم افريقيا ولسه حتى كراسي كتير ما تركبتش ولسه وده ماتش بجمهور يعني ده ماتش انت بتشحن جمهورك عشان يروح ويشجع وبعدين عايز تاخد رأيي بقى اللعيبة بتاعتك ما لعبتش في استاد القاهرة يعني استاد القاهرة دي له سنين مقفول فحتى النجيلة مدستهاش وعلى فكرة ده بيفرق ولعبت الكرة فهمين الكلام ده كواس جدا النجيلة يعني انت هتروح استاد القاهرة دلوي يعني وايضا نهضة بركان يروح استاد القاهرة انتو اللي اتنين وكأنكو ضيوف قد استاد القاهرة لسه 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 مش هيجهز قبل اخر الشهر عشان يبقى جاهز الى حد ما وبالتالي طبعا من المستحيل لكن انا كمان بقول فنيا من وجهة نظري اللي كان عادة ملهاش قيمة انه مش من مصلحة الزمالك يلعب على ارضية ملعبش عليها من سنين وهيبقى زي وزي نهضة بركان اللي اتنين ارضية الملعب دي دي وجهة نظر يعني انما برج العرب لعب فيه كتير جدا وحافظوا والجمهور حافظوا والدنيا كلها حافظتوا وحقق فيه انتصارات كبيرة وكتر الف خيرهم مسؤولي برج العرب انهم برغم انهم بيجهزوا وبيعملوا بيساووا بيدوا فرص لاندير المصر ان هي تلعب فيه فرجاني ساسي يمكننا انا قلت لحضراتكم قبل كده انتهى موسمه مع نادي الزمان كان بيبعتوله عشان يشارك فيه نهاية نادي كونفدرالية قال لهم صعب جدا انا لسه في البرنامج التالي ومش هيلعب غير على امم افريقيا ده قولا واحدا لن يشارك الا في امم افريقيا قولا واحدا طبعا النقاز كان بيلعب في النجمة قبل كده الجمهور هجموا بقوة في المباراة الاخيرة فطالي هو بيقول انا معرفش ليه الجمهور زعلان مني انا ما حتدد على الحكم في بعض القرارات ضد نادي الزمالك انا بدافع عن الوان التشيرت بتاعي انا عارف ان الجمهور النجمة الساحلي متعصب لفرقيته وكذا وكذا لكن انا محترف كلام محترم لكن تبقى العواطف وانتو عارفين انا بحبش كلمة عواطف دي اطلاقا اطلاقا لكن تبقى العواطف احيانا بتوجه الجماهير في اتجاه غير موضوعي وغير منطق واحد بيقل بتشيرت نادي لابد ان يدافع عن الوان هذا النادي واحد معار من نادي لنادي لما يجي لعب قدامنا دي اللي هو معار منه لازم يتحلى بروح الفانيلا الجديدة هلا هلا على الفانيلا طيب